اشتركوا في القناة 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 ايه هي كانت اصوات مشاش ولكن كانت يغطوا بواحد طريقة مغيفة بزاف الغريب ان عائلة ايرو ريس اللي كانت ساكنة في الطار قالوا لهم باليوم ما عمرهم دخلوش يمشاش للطار وهم ما عمرهم ربوش يمشان يعني منين جاي هاد الصوت احنا المراسدين بتتطقبطهم الخلاقة واللي زاداد شي كامله هو اسمعوا واحد الصوت بحال التقان جيه من القوات سدي اللماء ومشي شي خبطات حديقة بل بحال شي واحد قاصد انه يسمى عن صوت تيال الخبطات بحال تيضق في الباب الصوت منين جاي الله اعلم بطبيعة الحال هاد الشي كامله كانت يتبت في بت مباشر و 11 مليون مشاهد تيشوفو على الهواء مباشرته باركنسون المقدمة على البرنامج بدات يدخلو الشك و تيقول بلي هاد شي غير حقيقي و تيقول بلي هو عشر شهور و هو تيراقب هاد البيت و ما تراوالو كيفاش غادي تراه هاد الشي فهاد الليلة فاش كي يلبت المباشر وحتى اللجنة اللي كان ديرها باركنسون لمدة عشر شهور اللي فيها علماء تعجلون و علماء دير الارواح الشريرة بدووا يستغربوا او كيفاش احنا عشر شهور و نتراقب هاد البيت ما عمرناش مناش حاجة لين جا و هاد الضوائر و هاد الاصوات الغريبة دابا بذال البرنامج دي استقبل بزاف تعال المكالمات من الناس اللي يعيش في الحي اللي في هاد الضار و الناس اللي قراب بنا هاد الضار بزاف من هاد المتاصلين اللي قالوا بفعل بللي هاد الضار راها مسكونة بللي الروح اللي سكن هاد الضار تترجع الواحد اللي أولد صغير كان عايش فيه هاد الضري اللي كان عايش في واحد الزمن في هاد البيت و دخل البيت دياله وش نقراسوه و خلا بزاف ديال المشاش اللي مرت بجوع دقول بللي هاد المشاش فاش ضرهم جوع بزاف بدو تياكلوا من مولاهم لدرجة انهم كانوا عينيه بجوج وقالت بللي في بعض المرات تيبهن الشبح ديال هاد الضري غاجي في الزنقة او اللي في البيت عينيه مكينيش و لبس واحد المانطوك حل وهاد الدري مسمين عليه في الحومة شبح المواسير يعني الشبح ديال القوات لأنهم جيما كانوا تسمعوا اصوات ديال شواء بحلات يخبط من المواسير للقوات ديال الماء تبدأت تتخلع وتتتستغرب لأنه فعلا المراسل اللي كينين داخل البيت قالوا بلي تسمعوا خبط جيه من المواسير ديال الماء بمجرد مسالة هاد المكالمة وقعش المشكل في الضو وبدأتو تطفى و تشعل تطفى و تشعل منورها دو جوج درية تطفى لهم الضو وبدأوا تيغوتوا بواحد الطريقة هيستيرية و تقولوا شي كلام حتى واحد ما فاهمه جاه المصور تيجري بش صور اللقطة ولكن جاي كانت فيها الرعدة وما قدرش التحكم في الكاميرا مرافش عودتنش على الضو تصوروا ان جميع المراسل اللي كانوا في البيت بدأوا تيغوتوا بواحد الطريقة هيستيرية وفي اللقرة بدأوا تيغنيوا واحد الأغنية ديال الأطفال كلهم في دقة واحدة بحي اللي حافظينا صوت ديالهم كانت تيخلع خصوصا انهم كانوا تيغليوا نفس الأغنية وفي نفس الوقت وبصوت مرتفع والكاميرا اولا الكاميرامان قرر بلوجه تعدو جوجو جبتات اللي ما قدروش يسكتو من الغوات وفاش فاقو قوجهم كاملو عمر دمايات بدأوا جميع الشرطة ديال المدينة والبمبية والإسعاف تيجيوا لهذا البيت اللي ولا مصرح جريمة تيتحكمو فيه الأشباح قال واحد العالم المتخصص في الأشباح كان معهم في استوديو بليل أشباح فاسمعوا الصوت فاسمعوا الاسم ديالهم تيتذكره بزاف ديال المرات حاولوا يجروا شي حاجة غريبة باش يتبتل وجود ديالهم قبل ما يكملها ترى ديالهم تفضوا المكان كاملو تفضى شي تواني قبل ما يرجع ولك يرجع بوحدة طريقة كبيرة وقوية لدرجة أنه أحرق جميع الأجهزة الكهربائية اللي كان عندهم هنا الناس اللي كانوا في البيت كاملهم قبضتهم من خلعة وقبضوها بجرية وحدوها ربهم من البيت إلا المودع باركنسون بقى قال سعر الكرسي ديالهم مصدوم ومرعوب ومعرفش كيف يترى هذا الشي أصلا أعز واحد الكاميرا اللي هي الوحيدة اللي بقى تخذ ديالها وبقى تدور في الضار بتيقول واش كين شي واحد هنا واش كين شي واحد هنا بحل السيد تخوطر ولا مشى العلاقة من نورها خدمت هذيك الأغنية اللي كانوا تيغنيوا هذيك الأغنية ديال لأطفال ولكن على المرة بصوت شي طاني وهذي شي آخر حاجة سجلت الكاميرا قبل ما يتقطع لبت كهل الناس اللي كانوا تيشوفوا هذي البت تخلعوه ودخلوهم الشك وتصور أنه 30 ألف واحد دور البرنامج في ساعة واحدة دازت شي يومين تقريبا بريطانيا كاملة مقلوبة وهي قد تتلفزها باش تدرج الشعب خرجت واحد البلاغ تتأس فيه من الشعب البريطاني وتتقول بلي البرنامج كامل وكان مجهز وبلاد وكالأحدث كاملهم داروا بالعاني باش يحتال فلوق بعيد الهالوين وقال لمخرجوا الكاتب بتاع البرنامج بلي هذي شي اللي وقع كامل وكان مسجل قريبا شهر قبل ما يارضوه وبلي حتى المكالمات اللي جوا كانوا متافقين معهم ولكن كان من الواضح أنه بريطانيا هير ما كانش بدخل على الشعب كيفاش هو مسجل خمس سيام هذي او لخمسة الأسابيع كيف قالوا هو كان في بت مباشر على الهواء مباشرة تحت الصحافة البريطانية قد تتهجم في البرنامج المدة طويلة البرنامج اللي في الاعتقاد دياله أنه ضلل وخلع الشعب البريطاني في النهاية هيئة التلفزة البريطانية وقفت البرنامج والمودع دياله نهائيا ولكن المؤسف أن مئات ديال البريطانيين وقع لهم انهيار عصبي بسبب هذي البرنامج سواء كان كذباء أو حقيقة إلا أنه كان سبب أن مئات ديال البريطانيين يدخلوا المستشفى في ذلك النهار وكان بزاف من لدي الحالات أطفال وناس كبار ہے ايضا كنلين بزاف ديال الحالات دياللي ينتحر ناس لي منوريا فشفوا ذاك شي انطحروا من اللي خوف او لانه كانوا ممتيقينش المهم انطحروا فالنهاية وقصة دير واحد السيد اللي انطحر اللي وهو واحد الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي انطحرته هو مسكين ونه رفشف هاد البرنامج واللي القصة ديالو انطشرت بزاف والتعرفات كان مريض مسكين بتخل له فالعقلي والتعرض لوحد صدمة كبيرة من اللي شافه فالبرنامج وطبيعة لحال بتحر مسكين تحت تأثير هاد البرنامج المخيف كلام سكين واحد الرسالة لم كتب فيها اذا كان هناك اشبه ساكون انا ايضا شبه معاهم باهم ارفع قضية على قناة بي بي سي وقالوا فيها بلي قناة بي بي سي والبرنامج اللي عرضوه ههو ما السبب المباشر لانتحار ديالوالدهم بلي الوالد ديالهم عرضت النويم مغناطيسي فاشتفرش في البرنامج ولكن للأسف خسروا القضية هاد البرنامج اللي تقدم عليه كتر من ثلاثين الف شكوة للقضاء البريطاني وخاصة ان الشعب البريطاني والمدور البريطانية معروفين بزاف بالاشباح والتجور اللي مسكونه وهاد القصة لي اسمه عف تلفازها عندهم بزاف يعني اي حي في بريطانيا ضروري تتلقى فيها شي بيت لي معروف عليه انه مسكون بلاشباح و بالارواح الشريرة تخيل انك تكون ساكن في واحد لمملكة اللي هي بريطانية معروفة باشباح و الارواح الشريرة ويطلع شي برنامج لتي تبتليق باللي الأرواح الشريرة كينا واش غدي تتخلع او لا لا لكن في الناعية الوجود تاع الأرواح الشريرة فكرة والصحيحة والخاطئة هاتشي ترجع ليك انتا تقدر تطيق وتقدر تل واش انتا كمشاهد مقتنع باللي هاتش اللي وقع خيذا عدرتها قناة البي بي سي باش تدير مشاهدة كتيرا ولف نظرتك إذا عدت تلفازها كيبه توقل باللي هاتشي خدعة غير باش ميت تفضحوش وباش ميت تخلعش الشعب البريطان وخليونا في التعليقات واش انتم امام امني بوجود الأرواح الشريرة او لا لا بطبيعة الحال خليونا الرأي دي لكم في التعليقات وهكا نوصل لنهاية حلقات اليوم بطبيعة الحال بلا عجبتكم ما تنسوا جدير وجام وتخليوا تعليق كيف مما كان لانها كدنا هاتي الوسيلة الوحيدة باش نتشر القناة وإلى اللقاء في حلقة جديدة ان شاء الله